أرجعنا لكم مشاهدينا ومستمرين معاكم بالساعة الثانية من برنامجنا الصحفي إسلام محمد هو جاء إلى فلسطين من أرض الكنانة مصر الشقيقة ليعمل موفداً لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية ناقلاً للأخبار الفلسطينية من الميدان وهو اليوم ضيفنا في الفلسطينية وأنا ورائد كمان مبسوطين أنه في عنا ضيف مصري إزايك يا إسلام؟ الحمد لله تبعاً بخير إحنا متعودين نقول كيفك بس هي يعني هاي مصرية بالمصرية على فكرة من اللهجات الحلوة كمان اللهجة المصرية الله يخليك نقلب مصري رائد أشراكيك بحكي مع مصري أنا مش رح عارف حكي مصري يعني أنا بس أول ما جيت في الأول كنت بوجه شوية صعوبة في فهم اللغة هنا يعني أو اللهجة الفلسطينية لكن دلوقتي بدأت أتعود دلوقتي على اللهجة بعض الكلمات طبعاً أه بعض الكلمات يارفي بعض الكلمات الأول ما كنتش فهم معناها هنا في الأول بس بعد في سياق الجملة بدأت أفهمها يعني وعرفتها بتسعى تكلم عام في مصر بيها شوية إسلام أنت بفلسطين من فترة قليلة تقريباً يعني من عشرة أيام تقريباً كيف لقي التجربة هون كما تخيلت في مصر أو الأمور مختلفة لا والله يعني أنا كنت متخيل في مصر يعني الإعلام دايماً في القناة الفضائية بيركز أكتر في فلسطين على الجانب اللي هو الاحتلال والمعارك والحاجات اللي كانت بتدور هنا فلكن لما أنا جيت لقيت الدنيا مختلفة شوية يعني كنت متخيل بقى حاجة لقيت الدنيا فيها يعني كل منطقة في فلسطين فيها ضمار بتاع لكن لما جيت ونزلت هنا في رمالله وشفت لفيت فيها كتير يعني خلال الفترة دي شفت يعني لقد ايه هم في تطور وموجبين العصر وفي كل حاجة يعني والحياة الثقافية هنا برضو أنا مهتم شوية بالحال بالجانب الثقافي يعني فبسيط هنا رحت زورت كذا مكان في فلسطيني رحت مسرح للقصبة وعشتار وقابلت الناس هناك وليت لق في يعني بيحاولوا ان هم يظهروا الهوية الفلسطينية من خلال العروض اللي بيقدموها وحصلوا على جواز في مهرجانات وفي هنا بتقمى مهرجانات فرؤية اختلفت تماما يعني 180 درجة عم كنت متخيلة وقبل ما يجي هنا في رمالله يعني هذا كمان بحط علينا مسؤولية كتير كبيرة كيف دائما ننقل كمان صورتنا إيش أكتر إشي إسلام لفتلك انتباهك لهلا من قعدتك هذا للأسبوع والعشر تيام أولا الأكتر حاجة اللفتت ناظري هو يعني التمدل الموجود هنا في فلسطين يعني أنا كنت متخيل حاجة وبيت لقيت حاجة تانية مختلفة الأكل ما عجبك أكلنا؟ لا لا دقت حاجات فلسطينية دقت مقلوبة أهم شيء من دقت المقلوبة لا لسه ما دقتها شيء لاسر هلازم كل واحد فوت فلسطين يجربها ندربها إن شاء الله يعني بنحب نسمع أكتر عن كمان تجربتك وعملك بمصر يعني بدايتك بالعمل الصحفي كيف كانت بداياتك وتجربتك هناك؟ أنا بداية عملي في الوكالة كنت بشتغل في مركز المعلومات في الأول كنت بقدم معلومات يعني للصحفين وكده وبعد كده دخلت مجال الصحافة يعني نزلت اشتغلت بقى في الديسك الأول نحن كنت بقى حرر أخبار في بداية الأمر يعني وبعد فترة حوالي سنتين أو كده بدأت اشتغل ميداني في بغطي أخبار عندنا وزارة الطيران ومطار الكاهرة ويعني كنت بقابل خلال المسؤولين كتير في الفترة دي مثلا مسافرين رايحين يعني احضروا مؤتمرات أو كده فقابلت أغلب المسؤولين المصريين يعني في الفترة دي في المطار وعملت معهم لقاءات وحوارات وكانت يعني شغل كان كويس يعني كنت عمل شغل كويس في الفترة دي طيب إسلام المهم الرئيسية اللي جاي عشان هلا فلسطين هون شو القصص التقارير اللي كنت يعني بالحسبان حاطت أنه يعني تكتبها وهلأ شفت إش جديد يعني أنه اكتشفت بفلسطين مثل ما حكيت أنه أنت كنت متخيل إش وشفت إش تاني تمام فإنه هل من شيء جديد لإسلام محمد في فلسطين أنا المهم هنا يعني السين أنا طبعا بغطي أخبار المجتمع الفلسطيني بعين الواقع يعني أنا بروح أحضر المؤتمرات وبشوف الأحداث اللي بتحصل هنا سواء من قبل الاحتلال أو الأحداث اللي بتبقى في السلطة بحاول أن أنا أغطيها بعين الواقع وبنقلها بكل شفية يعني ووضوح وهنا لما أكتر حاجات لفتت نظر القصة الإنسانية خصوصا موضوع الأسرة نعم يعني أنا حضرت مرة مؤتمر لوالدة الأسير سامر العساوي يعني وتأثرت جدا بموضوع يعني قدي الست دي يعني ضحت بولادها في سبيل النضال يعني فأنا شايف أن فكرة النضال هنا في فلسطين يعني فكرة عند كل فلسطيني مش فكرة مجرد فكرة لأ دا عند كل فلسطيني جوا فكرة النضال سواء مش في المجال نوع يحارب فقط بالسلاح لأ دا في كل مجال يعني بيناضل ثقافيا بيناضل اجتماعيا بيناضل يعني عسكريا ففكرة النضال دي يعني أكتر حاجة لفتت نظر إنه موجودة في فكرة كل واحد حتى الأطفال الزغيرين موجود في دماغهم موضوع النضال دي يعني الطفل دايما بيتعرض هنا يعني انتهاكات من كوبا اللي احتلل حتى لسه كان من حوالي ثلاثة أربعة أيام اعتقلوا طفل عنده ست سنوات يعني فيعني حاجة الطفل هنا بيعيش طفولته بالشكل يعني قوي يعني فتأثرت بحاجة زي كده فبدأت يعني حاليا بعد موضوعات عن الموضوع ده زي الأطفال هنا بيوجهوا صعوبات في المعيشة يعني خصوصا يعني الطفل هو صغير بيبقى عنده فكر سياسي أكبر أكثر من كبير نفسه وهي كمان يعني وبتخيل أنت كمان بمهمة مهمة كمان صعبة أكيد مش سهلة الواحد بس الصحف يتنقل من مدينة من مدينته لمكان آخر بده يتعرف على هاي الثقافة الجديدة وعادة المجتمع بيعيش تجارب وإحنا كمان من هون يعني بندعو كل الصحفيين بكل أنحاء العالم يزوروا فلسطين يزوروا الحقيقة يسمعوا قصص من المواطنين هاي التجربة بالتحديد الإسلام أنت كنت بتسمع أكيد قصص عن فلسطين بتكتب في بعض الأحيان ممكن إشي عن فلسطين ولكن إيش المختلف هلا بتشعر بعد زيارتك وملامستك للواقع عن قرب والله أنا أقول لها هذيك وأنا يعني شايف أننا مفروض أن احنا نبرز الجانب المجتمع أكتر في فلسطين يعني أنا أحاول من خلال مهمتي حاليا أن أنا أبرز الجانب يعني الفلسطيني اللي هو الخافي عن الناس الناس متعرفوش يعني الناس كلها شايفة أن فلسطين هي مجرد احتلال فقط مفيش حاجاتين لك أنا أنا بحاول من خلال موضوعات أنا بعدها حاليا أن أنا أظهر الجانب الثقافي الموجود في فلسطين حاليا يعني مثلا لقيت أمريكا الثقافية بحاول أن أنا بعد حاليا موضوع عنها موضوع كبير بكتم موضوع كبير حاليا في إطار الإعداد يعني بحيث أظهر للمجتمع الخارجي لا في فلسطين فيها ثقافة وفيها حضارة وفيه تاريخ رغم وجود مستعمر وفي ظل الإمكانيات الشبهة محدودة عندهم لا هم بحاول يبرزوا هويتهم فده من أكثر الحاجات اللي أنا بحاول أسعى لها خلال الفترة دي أن أركز عليها نعم طيب إسلام فلسطين منطقة مشتعلة وأيضا بالفترة الأخيرة يعني مناطق كثيرة من الوطن العربي مناطق أيضا مشتعلة لكن في هناك قواسم مشتركة مع اختلاف المسببات كيف بتشوف فلسطين وكيف بتشوف مصر يعني في القواسم المشتركة مع اختلاف المسببات والله يعني فلسطين طبعا معروف الأسباب المشكلة فيها والاحتلال الإسرائيلي لكن الدول الأخرى يعني أو الدول العربية العربية كما يسمونها فيها كل دولة ولها مشكلتها الخاص يعني مصر لها مشاكلها يعني فقدان الأمان شوية ومشاكل أخرى تانية سياسية فيه ما فيش عدم توحد في المعارضة شوية فيه تغلب طيار معين في مصر على الواقع السياسي فيها كل هذا بيؤدي لمشاكل كبيرة يعني وفي النهاية يعني واحد يعني بيتمنى في الأخير أن الحال يبقى أفضل يعني يعني بس لو دكتك تنقل لنا يعني فرصة أنه كمان لعنا شخص يعني جاء قبل عشر أيام من مصر ومن القاهرة بالتحديد كيف تنقل لنا نبض الشارع والناس بشيء هيك مختصر نبض الشارع والناس في مصر يعني في مصر طبعا عن فلسطين لا لا في مصر يعني الشباب المصري والله الشباب المصري حاليا طبعا يعني هو فيه حرية دلوقتي في مصر أكبر حرية إعلامية كل بيتكلم محدش بيخاف أو زي الأول بدليل فيه برامج دلوقتي حاليا بتوجه نقض للحكومة بشكل يعني قوي فدلوقتي حاليا الشباب في مصر يعني كل بيحاول أنه هو يعني فيه حرية أكتر لكن للأسف طبعا لتيجت الظروف الاقتصادية بتمر بها مصر فيه أزمة في الشباب فيه بطالة في بتاع كل ده يعني الواضح حاليا في مصر يعني بيتحاول أنه يبقى أفضل إن شاء الله طيب إسلام جولتك بفلسطين أنت موجود برام الله وفلسطين مكونة من مجموعة من المدن لوين راح تروح؟ إن شاء الله خلال يعني اليومين القادمين إن شاء الله أنا أروح للقدس أروح للأقصى وأشوف المسجد الأقصى وصخرة القبة والكنيسة هناك وأعمل موضوعات عنهم إن شاء الله في برنامجك بس القدس ورام الله لا لا يعني في بقى بقية الدقوة بس خلال اليومين الجايين الخط الموضوع خلال اليومين الجايين دول هارروح للأقصى وبعد كده إن شاء الله هارروح الخليل وهارروح نابلس ورايح أريحة برضو إن شاء الله كل ده يعني في خطط عامل جدول زمني كده كل يعني أسبوع أو كل فترة معينة من الوقت وأروح أغطي أشوف إيه الموجود في المنطقة يعني أنا تقريبا شبهة خلاص يعرفت رام الله المرة جاعة أروح للقدس وأشوف إيه هو الموجود فيها والأثار اللي فيه حسسنا في رام الله كتار نعم حسسنا في رام الله كتار يعني مقارنة مع القاهرة بالنسبة لا مقارنة مع القاهرة طبعا نسبة قليلة جدا بالنسبة للقاهرة بلا عرف إسلام أنا زرت القاهرة قبل وكنت ماشي بشارع فكان في ناس ماشيين عادي أنا فكرت إنها مسيرة يعني بحكي لهم إن المسيرة هيطلع ليش بحكي لأ هدول هيك ماشيين عادي يا ده يا رام الله أنا بالنسبة للقاهرة نقطة في بحر يعني القاهرة فيها حوالي 30 مليون يعني تعداد الشعب في مصر حوالي تسعين مليون والكاهرة فيها تلتين مليون تلت الشعب في مصر في الكاهرة يعني بالنسبة لك كارم الله حارة طيب إسلام بنسمع كثير أنه الكشري فول وطعمية وشغلات كثيرة ممكن راند جربتها بس أنا ما جربتها تحكي لنا عنه شوية لا الطعمية عندكم هنا مختلفة أنتو هنا بتعملوها بالحمص تقريبا نحن هناك بنعملها بالفول نفسه هي الفلافل يعني أي الفلافل نفسي بسهنا عندنا في مناطق لنا برضه في مصر بتقول عليها فلافل في إسكندرية تحديداً بيقولوا عليها فلافل بس هي بتعامل بنفس الطريقة وفيه كمان اختلاف مثلنا اللبن والحليب نحنا منقول الحليب لي شربوا اللبن اللي هم بناكلهم مع الرز مسلا اه لا احنا عندنا اللبن اللي احنا بنشرابه حليب يعني احنا عكس بعض اللبن والحليب استطيعنا بناكتب بس على المنتج يكتبوا عليحليب لكن في اللغة العامية عندنا نقول عليه الحليب في اختلاف يعني انت مثل ما حكيت قبل شوية انه بعض الكلام ما فهمتوا وحاولت انه هيك بس ممكن الفلسطينيين بيعرفوا اكثر من المصريين لانه بيتابعوا المسلسلات طبعا احنا طبعا ما فيش اعمال فلسطينية كتير بنشوفها فاللهجة يعني بتختلف يعني مثلا فيه كان بيتكلموا معي بيقولوا نهاردة شوب فانا مش عارف ايه شوب دي يعني فقعدت شوية كده لحد بستوعبتها في وسط الكلام ان هي حر يعني عندنا بنقول عليها حر مش مستخدم تماما في مصر شوب؟ لا لا خلص بس حر ما فيش لا ما احنا منقول الجو حر يعني او ممكن الدنيا مولعة او مولعة كلمة ناصح مثلا معناها يعني مليان شوي احنا عندنا بنقول شو الناصح دي عندنا معناها نوع زكي يعني او لها معنى مختلف تماما فالأول فحد يقولي ده ناصح يعني ناصح يا جدا انا مش فاهم ومش باين عليه يعني يعني اظن قبل ما تسافر بدنا نقعد نعمل بس فقرة وعن اختلاف الكلمات اللغة الوحنا انا بحاول اجمع الكلمات اشوف ايه المختلف عندنا بحاول اكتبه يعني اعرف ايه حلو حلو قدال المدل اللي عادها بفلسطين؟ يعني حاول ايه تلات شهور ان شاء الله وفترة منيحة اه يعني فترة يعني كويسة ان واحد يتعرف على فلسطين اكبر يعني ويروح اكبر الاماكن الممكنة يعني ان شاء الله نتمنى فعلا لك تكون اقامة جميلة وتنقل كمان رسالة مليئة بالحقائق عن الشعب وعن الاشخاص زي ما حكيت عن الاطفال وقضايا مختلفة القضايا اللي احنا كمان نهتم فيها بشكل اساسي الاسرة اللاجئين رح تشوف عدد المستوطنات كمان منتشرة بشكل كبير بين المدن انتمنى لك التوفيق واحنا بالفلسطينية جاهزين لأي اشي بتحتاجه اكيد الله يفيد رأي لازدك تعزموا عن مقلوبة برضه في مجال والله هو يعني اي شغلة مش بس مقلوبة احنا رح نضال على تواصل تعزمنا على مقلوبة وانا عزمك على كوشة عكلت المقلوبة ولا لسه لا لسه طب اسلام سؤال اخير قبل ما ننتقل للفاصل مصر الشقيقة تعامل الشعب المصري شفناهم وقت حرب غزة وبالاضافة كمان بكل استهداف لشعب الفلسطيني كان في هناك مسيرات كان في هناك تجمعات الشعب المصري وتعاطفه مع الفلسطينيين او تحديدا القضية الفلسطينية والله طبعا الشعب المصري اكيد متعاطف مع الفلسطينيين طبعا واي مفروض اي دولة يعني تتعاطق سواء ما لا هاش اي علاقة بالديانة دولة اسلامية ولا دولة مسيحية ما لا هاش اي علاقة مفروض دي قضية في الاول في الاخر قضية انسانية يعني هنا في الاحتلال بينتهك حقوق الانسان بقى بشع الصور يعني فطبعا مصر متعاطفة جدا مع القضية الفلسطينية والشعب المصري يعني فعلا متأسر بالوضع في المسطين واحنا بنحاول بيقول له هذك من خلال الشغل ان انا اظهر الصورة يعني الحاجات الخافية بحاول اظهرها عشان المجتمع الخارجي يعرفها ويعرف لا ده في انتهاك قوي من الاحتلال يعني مفروض انه ينتهي ويتوقف ليه حد يقف عنده يعني طيب منشكرك اسلامة بعرف رندي اذا في عندك اي سؤال نعم اسلام محمد طبعا من وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية يتمنى لك اقامة طيبة ان شاء الله في فلسطين شكرا جزيلا خلينا نتقل ونشوف كمان ايش حضرنا احنا اليوم مشاهدين بفقرة يوتيوب وراجعين خليكم معنا